بس واضح إنه مضطربي واحد إنه مش بقت نعم بشي من اللي عم بتقوله هي يعني بس إنه لحقت وعلقت بمكان ما فيه مردود لقالها بصار شو معنى ومادي ما بعنش بدي يكون يعني فبعدا لها اللي عم تستثمر فيه هي لما شفت الفيديو تابع ماريه على سوشيال ميديا ما لفتلي نظري كلمة شلوم رفتتلي نظري هاي اللي حطيتها هون هذا الانتماء الصهيوني يعني مصر على موقف صهيوني قصة شلومة بلغة عربية فيك تقول صباح الخير سالوي بود مارنك تتقول ايوه لكن هاي اللي حطيتها هون هلأ فيه ناس بيع شراية بالإعلام وبالسياس وبكل شي يعني لاستخدوطان هلأ هي عم بتدفع موقف مقبوض الثمن واضح أنا بحبش دايما الإعلام إلك لأنه مقبوض الثمن عاملك بس هي واضح لأمور حكيت شغلت مش طبيعية بالمرة يعني يعني لما بتحكي سيد حسن بالطريقة حام حدود إسرائيل ما فهمتش من مين يعني من اللي كان بدو يهجو مع إسرائيل والسيد حسن مانعه أو حامل حدود منه عنا عرض كانت محتلية حررني عرض لبنانية هاي غصبا عن كل الدنيا هاي لكل لبنان حرر عرض لبنانية عنا سروة كانت محتلية حرر السروة اللبنانية هاي السروة كان فيه حدا بدو يشلحنا إياها ويستقوي علينا وقفنا عن تحادن ما خلينيها ما فيني أنا كمواطنة لبنانية ما قالوا شكرا اللي عملته ماريا بينسحب مننا الباسبور وبينسحب وبيطلع يعني بتطلع أنه خائنة أو بتطلع أنه عميلة أو هي نسحب منها جو السفاية لا لا ما بينسحب هاي دي قصة نزع الجنسية نلا في بعض الدول بتعاقب بنزع الجنسية عن مواطنيها نحنا بعد هاي العقوبة مشان وجودة بلبنان ولكن اللي عملته ما في شك انه مخالف للدستور اللبناني ما نحنا بقوانينا إسرائيل عدو لبنان بي تاريخنا إسرائيل عملت مجازة رام تقول حدا ما دي ايدو بديوا يسلم علينا ونحنا رافضين ما حدا ما دي ايدو بديوا يسلم علينا قلنا من قبل 48 عم ناكل قتل من إسرائيل في حال ما دي ايدو بيسلموا علينا اكيد لا اكيد لا فيه اول شي خلي تعطي البيوت اللي اغتصابتها لأهله ولأصحابه خليها تعود علينا الخسائر اللي لحقتنا من جراء اعتدائتها ومجازرها على مدى سبعين سنة يعني فيه اشياء كتير مطلوبة قضف هي قاعدة مش قاردة بتقول يهود صحبه إنه لبنانية برا اي يهودي ممكن أنا بعرف يهود بامريكا بعرف يهود ببلجكا بعرف يهود بفرنسا ولا يوم أنا لما كنت بمكان واجراء يهود وقالوا هيدا يهودي نفرت منه نهاية ما إلمه أنا في يهود عرب طي بسوريا لا يزال حتى الساعة في يهود يعني بلبنان في يهود بلبنان في يهود أنا في حدا يهودي عنده مشكلة بتجي لعندا يعني معنا مشكلة معديان اليهوديين نحن مشكلتنا مع إسرائيل في صهيونية في ناس تبقى سواء بداخل إسرائيل ومش داخل إسرائيل هؤلاء صهاينة صهاينة هؤلاء متورتين مش بتدم الفلسطيني فقط لغير بتدم العربي بتدم السوري بتدم المصر بتدم اللبنان بتدم العراق وينما كان يعني طيب اللي بيحكي مثل المارية انه هدفها السلام بدي سلام من بيرد على الحكي هدفها أي سلام سلام مين مع مين يعني انه انت بتجي بتسالم الحية يعني الحية بدأت عقصة مصر سلمت إسرائيل مش ريك شو نتجت مصر اليوم كانت طالعة مثل الصاروخ مصر عاملة بنية تحتية لصناعات متقدمة أيام عبد الناصر كانت سابقة كوريا وماليزيا وتايلندا وسنغافورة وكل هيدا البلاد اليوم كلهم سبقوها كانت مصر بوقتها عم تتحضر لتلعب دور دولة عزمة بالمنطقة اجا أنور السادات صالح إسرائيل انكفأت مصر جاعت مصر صار في ثورة الرغيف أيام أنور السادات صارت بيوم 14 هنائر أو شي قصة شعيرة اللي صارت بوقتها عشان الرغيف بمصر اليوم زادت فقرا بأيام حسن مبارك اليوم جوعاني مصر العادة يعني أم يضطر السيسي يروح يدور على بواب الإمارات وقطر والسعودية بس لا يتعموه الشعب المصري بس هو جاء على شعب مصري بسبب تطبيع مع إسرائيل ما حدا صالح إسرائيل واستفاد للأردن شو صار في بعض مصالح إسرائيل أردن كان عال دولة مرتاحة دولة فيها إدارة الناشحة ومتازة نحنا ستتشفى مع ترسيم الحدود البحرية تهمها ترسيم الحدود البحرية ممكن فتحنا صبح أو خطوة أولى نحو السلام لا نحنا مضيناها مع أميركا رئيسنا ورئيس السعون مضاها مع أميركا الاتفاقية ما مضاها مع إسرائيل بس هي وسيط يعني أميركا؟ لا مضا مع أميركا الاتفاق مع أميركا بس نها ما تعملناها كدولة إسرائيل يبقى نحنا لا نحنا هددناها وقالنا إذا تقربي على غازنا نحن نمنعك تستخرج غازك وإذا أنت بدك تضلك تعملي مشاكلناها مش حيخليك تستخرج مش كتار بقوله أنه إتفاقية مش حفية بحقة اللبنانية وأخذت إسرائيل زيادة عن حقها هلأ ما بعرف أنا بعرف أنه لما نحط الخط 29 ما كان سابت قالوا لي 17 أيار ما ترفبوا الخط 29 أول حدا إجا حكم إتفاقية 17 أيار قلت حدودنا الدولية في 17 أيار كانت موافقة على إسرائيل هو أنا جبت الاتفاقية معه وطلعت فيها بمقابلة بس ب17 أيار هاي الحدود اللي وردت باتفاقية كولي ونيوكم هي زيتة اللي أخذ فيها هلأ هلأ قامتا صاروا 23-29 نقطة خلافية ولكن لما انطرحت نقطة 29 ليعطلوا الاتفاق لو يتعطل الاتفاق كنا هلأ مش ماضين وما كنا عم نحلم أنه غازنا رح يبلشوا فيه بايلول وكده تعدهم مدلة يجي رئيس الجمهوري وبعدها نشوف بسير الله طيب ستنا نحن عن طريق أمريكا مع مين اتفقنا ع ترسيم الحدود لا لا هيدا حدودنا الدولية عن طريق أمريكا مع مين يعني مع مين تفوضنا نحن مضينا الاتفاق رئيس الجمهوري مضى هو الأمريكان فيش توقيع إسرائيل على الاتفاقية لمضى رئيس الجمهوري بس مع دولة إسرائيل لدولة إسرائيل العدوسه هي نص الاتفاقية ما شفت نص الاتفاقية بس أمريكا ما بتقدرتم بيها عن إسرائيل مضت عن شي ووضع عام هي موافقة عليه وأمريكا هي بطل الفيلم كله هيدا اللي هوني بالمنطق وبطل فيلم الغاز وهي اللي سماحتنا نستخرج الغاز نحنا من 70 سنة عم يحكوا القبراء اللبنانية نحنا عم نتجرب الجمهوري أنه عننا غاز ومش مسترجين نقول نحنا عننا لأنه ممنوع دوليا أنه نستخرج غازنا اشت اللحظة التاريخية اللي أمريكا حتاجت فيه هيدا الغاز وقالت بل لبنان فيه غاز واعترفت لنا فيه وكانت المال مرسي محاضرة والأوانين وكلها محضرة محضرة جبران باسيلي محضرة كلها والرئيس كان ماتبرا معركة وقالوا للرئيس بري عطيني هالملفات كانت بيجروا عند الرئيس بري عطيني هالملفات ومش فيها وصلت لنهاياتها قبل بأيام وبساعات من انتهاء وليته أنا بعتبره مكسب كتير كبير الآن التسع وعشرين لما بيثبت لما فيك فاوضة عليه مستقبلا لا نسترج فيه تنازل بس قصة التوقيع حتى مع إسرائيل مع اتفاقيات الهدني مع مين موقعة مصر مع إسرائيل وسوريا مع إسرائيل والأردن مع إسرائيل ولبنان مع إسرائيل مع إسرائيل بالتسع وعربعين اتفاقية الهدني مع مين بتكون يعني أصدقنا أصدقنا عطرافنا بكيان أو بوجود دولة اسم إسرائيل لما أنت وقعت بالتسع وعربعين عمتعت بإسرائيل كنت لا بس اتفاقية هدنى فيها حرب بين فريقين متقاتلين بعملوا اتفاقية يعني الطلب الثاني هو دولة اسرائيل مش العدو الصهيوني ولا فلسطين المحتلة هلأ لو ما ننوصل من هذا الجدل نحن قالنا غاز حطينا عيدنا عليه ونقطعه على السطر إسرائيل خلصة بده تأشطنا إياه قالنا لو وقفها سيد حسن وقفها عن تحدي وقال له ممنوع هذا الغاز قالنا إذا ما خليتنا نستخرج مش حنخليك تستخرج بدي